الله صباح الخير معني أعطيك العافية صباح الخير حازم صباح الخير كاثي ومشاهدين الكرام والله معني الجو جميل عندكم والحضر يعني قل أعوذ برب الفلاقة يعني مشي حالكم بالعقبة وفي ناس ماكلين فلافل وشور ما أقول لي شو الوضع بالجنوب صحيح كاثي الأمور عندنا الحمد لله في أيام تخفيف إجراءات الحضر على أهالي العقبة اليوم اخترت أني أكون موجود على شاطئ الغندور الشاطئ العام اللي كل المواطنين والزوار بيعرفوه وإلا ما يكونوا جلسوا على هذا الشاطئ واستمتعوا بشمس هذا الشاطئ وأمواج البحر والأصوات حقيقة التي عند البعض لا تقدر بثمن هذا الشاطئ كاثي وحازم بعد آخر موجة برد جاءت إلى العقبة وهي سميت بموجة التنين حقيقة لفظ البحر أو جاد البحر بالكثير من الأصداف الكثير مما في بطن البحر الشاطئ الآن ممتلئ بهذه الأصداف وهذه الصدفيات التي هي هواية لدى الكثيرين من الناس والتي إن شاء الله لما تفتح محافظات العقبة ستكون محطة لهؤلاء الناس الحقيقة أعطيكم فكرة عن الأجواء في العقبة الأسواق الحقيقة حركتها ممتازة جدا الصيادين اليوم كنا مرتبين معهم تقريبا على الساعة عشرة نلتقي معهم لكن تأخرنا شوي وهم عندهم تعرفوا لازم يكونوا موجودين في أماكن معينة في عرض البحر بدأوا حياتهم بدأوا باستياد الأسماك هذه الأسماك بدأت بالنزول إلى بعض المحلات أو البيع المباشر من خلال السيارات المخصصة لهذه الغاية فيما يتعلق بالتزويد بالنسبة لباقي المواد هي متوفرة والحمد لله بشكل جيد أيضا حركة المركبات في أوقات معينة تكون هناك بعض الشوارع مزدحمة الناس الآن تستعد لشهر رمضان المبارك منذ يوم أمس مع نزول الرواتب إلى البنوك بدأت الحركة بدأت الإصطفاف على الدور من أجل سحب هذه الرواتب والعودة إلى الأسواق من أجل التزود بمواد رمضان يوم أمس عملنا جولة على مختلف الأسواق سواء سوق السمك سواء اللحوم المجمدة اللحوم الحية، الخضروات، الفواكه هناك حركة جيدة حتى الألبسة يوم أمس أيضا نالها نصيب من حركة المواطنين فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة الموجودة على البحر موجود على يميني بدأت هذه المشاريع بالعمل منذ الساعة العاشرة صباح اليوم هنا تقوم الجرافة بعملها من خلال عمل الحواجز الحجرية والترابية من أجل مشروع الراية أو ساحة الثورة العربية المعروفة لدى الجميع أيضا مبنى جديد للصيادين تم الانتهاء حوالي 70 أو 80% من هذا المبنى وهو مبنى خدمي بعض المشاريع الأخرى يتم أيضا العمل فيها من خلال شركة تطوير العقبة وهذه الشركة التي تقوم في هذه الأيام بالعديد من المشاريع التي سوف تكون منارة حقيقة وتغير بعض من الصور في العقبة هذا الشط اليوم شط الغندور تأثر كثيرا بما قلنا عنه سابقا وهي موجة التنين من اليوم من السابعة صباحا بدأت عمليات التنظيف والتجريف حسب ما قيل لنا من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة سيكون هناك شكل جديد وخدمات جديدة لهذا الشاطئ على الصعيد الآخر هناك حقيقة العديد من الملاحظات التي سجلت يوم أمس واليوم الذي قبله حتى مساء أمس تم إغلاق ست محال لم تلتزم بشروط الصحة والسلامة المهنية يوم أمس أيضا يبدو أن المواطنين حازموا كاتي ارتاحوا شوي فابتعدوا عن استخدام وسائل الصحة والسلامة العامة مثل القفازات والكمامات طبعا هذا الموضوع حاولنا من خلال عدة رسائل أوصلناها من خلالكم من خلال العديد من البرامج ونشرات الأخبار أنه ضرورة الالتزام بوسائل الصحة والسلامة أيضا القطاع الطبي حازموا كاتي القطاع الطبي الخاص يوم أمس بدأ بتكثيف جهوده من أجل مساعدة القطاع العام في تخفيف العبئ والضغط عنه من خلال فتح المستشفيات الخاصة بعض أنواع العيادات والمختبرات وطبعا هذا القطاع معروف كم ساهم في دعم الاقتصاد الأردني والسياحة العلاجية خاصة هنا في العقبة فيما يتعلق بالحياء البحرية الصيادين زي ما حكينا بدأوا بأعمال الصيد وبدأت منتجاتهم في النزول إلى الأسواق أول يوم كان حوالي 500 كيلو نصف 500 كيلو نعم من السمك من مختلف الأنواع نزلت إلى الأسواق وكان هذا صيد ممتاز جدا بالنسبة لهم في أول يوم كان هناك أيضا اجتماع يوم أمس في سلطة العقبة تم تباحث وتداول العديد من الأمور التي تهم الميناء خاصة ميناء الحاويات الاي سي تي الذراع المينائي لسلطة العقبة والذي يقوم بتزويد المملكة بمختلف أنواع البضائع والسلع الغذائية من خلال الحاويات والحاويات التي يكون فيها المواد المجمدة يشهد أيضا حركة نشطة جدا خلال هذا الأسبوع فقط هذا الميناء سيستقبل يوميا باخرتين كبيرات كل يوم باخرتين محملات بآلاف الحاويات على صعيد مستوى الميناء الوطني أيضا هناك بواخر القمح والحبوب والأعلاف والمواشي من مختلف الأنواع ومن مختلف الدول تصل أيضا هذا الأسبوع إلى الميناء أترككم الآن كاتي وحازم مع هذه اللقطات الصباحية لشاطئ الغندور ولبحر العقبة لتستمتعوا فيها إلى اللقاء ربما أعود إليكم بعد قليل من سوق السمك ونعطيكم فكرة عن أنواع السمك التي صيدت صباح هذا اليوم إلى اللقاء بالناس الله يخال بحر الصياد مع جهد مشكور وأكيد بنأكد على كل التي تحدث فيه خصوصا معلومة الالتزام بالكفوف الكمامات السلام العامي والصحة العامة حتى نحافظ على أيضا صحة الجميع والابتعاد عن أماكن التجمعات وإن شاء الله الكل يستمتع في شاطئ البحر الأحمر في مدينة العقبة إن شاء الله